وخلونا دلوقتي نتكلم مع حضرتكم عن السحرة المستديرة وشفنا مبارح طبعا تابعنا ماتش الأهلي ونادي الأهلي ضيع الفوز على فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وده بعد تقدمه بهدفين مقابل هدف كان طرد اللاعب خلد عبد الفتاح هي نقطة التحول في المباراة عشان الأهلي بعدها استقبل ثلاث أهداف في عشرين دقيقة في آخر عشرين دقيقة وتنتهي المباراة بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين خلونا نقول أن دي مشاركة طبعا كانت كويسة جدا للأهلي الأهلي قدر من خلالها أنه يحقق رابع العالم وهو في الحقيقة لعب كويس جدا ونادي الأهلي فعلا منافس قوي ويخد في الملعب الفترة الجاية الأهلي يقدر أنه يبني على النتائج دي ويستفيد منها خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مباراة 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 ونحللها أكتر مع ضفنا محمد عفيفي الناقد الرياضي أزايك عفيفي صباح الفل بسانت هاني صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر أينما كانوا كنا نتمنى الأفضل ولكن يبقى الأهلي كبير بوجوده فيما بين الأربعة كبار في مونديال العالم للأندية حقيقي يعني شفت مباراة بتشكيل اللي كولر عمله كان عامل إزاي من بداية المونديال عندي مشكلة مع مرسيل كولر أنه يغير كل شوية في تشكيل الأساسية بالنسبة لنات الأهلي ريال مدريد نحن عارفين من بداية الموسم أنه هيلعب بمين ما بنقولش أنه خلاص كده ده مقروء أو أسلوبه محروء بيغير من جوا لكن مش كل مباراة تحس أنه كفريق كورة يد مثلا مش فريق كورة قدم أنه أنا بغير الطريقة أو اللعيبة اللي بيلعبوا على الطريقة علشان أحسس الفريق الأدامي أنه أنا المباراة اللي فاتت مش هم هما نفس العيبة فأنا أعملك لخفانة يعني أحسك بإرباك ده مش صح مرسيل كولر ما أدرش المباراة كيفما يشاء بالطريقة السليمة اللي من خلالها أنه يلعب بمجموعة من اللعبين زي ملاعب في المباراة الأولى زي ملاعب في المباراة الثانية هيقدر أنه هو بنفس التشكيلة بس يغير من الداخل مش لازم أنه يغير مجموعة من اللعبين لأنه في بعض اللعبين كان لازم أنها تبدأ المباراة زي مثلا حسين الشحايت ماشي بشكل كويس ومحمد هاني محمد هاني ماشي بشكل كويس أرهق في مباراة ريال مدريد ما قبل مباراة فلمانجو بس إبدأ بيه خذ اللي عنده بعد كده انزل بخلي اللعب الفتاح كبديل لكن مش أنه كل شوية غير كل شوية أراح لعي بقى الاعتماد على بيرسيتاو بشكل كبير بيرسيتاو مش هو اللعب يديك اللعب أساسي خليه بديل يكون أفضل محمد شريف برضو في بعض الحاجات من نظرش أن نتحكم في عقلية اللعب لأنه مرسيت كولر هذا السويسري 25 مباراة تقريبا هو خسر مباراتين أمام ريال أمام فلمانجو بس لكن مشروع لهزيمة ما قبل المونديال بشكل عام هو بيوصل للعيبة للمرمأة طب انت جاي على فريق كبير المفروض فيه لعيبة بتخلص محمد شريف بيضيع فرص سهلة واتكلمنا وقلنا أنه ما فيش غيره لأنه كده كده هيكمل الموسم سواء إفريقيا أو محليا ففي مشكلة كمان في اللعيبة نفسها وعقلية اللعيبة إزاي ما يخلصش فرص سهلة في مباراة كبيرة المفروض تخلص فيها أنصاف الفرص هي مجموعة متكملة أو حلقة متكملة كان لازم تبقى الأفضل في هذا المونديال طب خلينا نحلل الموضوع حتة حتة يعني رغم دخول هدف في أول مباراة إلا أن النادي الأهلي إيه درنا هو يعني يتملك زمام الأمور في هذه المباراة وأنه يخرج متعادل في الشوط الأول التحليل لك إيه؟ حلو أن أنت تعرف ترجع في النتيجة وحلو أن أنت تقدر يجي لك فرص للتهديف بشكل مختلف لكن فكرة التسجيل أن أنت تخلص الفرص دي مشكلة في النادي الأهلي الروح التعامل السيكولوجي لو لقى عودة النادي الأهلي وهدف أحمد عبدالقادر من دار باروكنية والرئاسية اللي سجلها في الشوط الأول لكان الأهلي انخفض دهنين وبالتبع الأداء الفني كان هيبوز على أرض الملعب هيفك الأهلي لكن هدف التعادل ده هو اللي خلق الأهلي أنه يرجع في النتيجة لكن فنيا بشكل عام التغييرات اللي تطرق على تشكيلها في كل مرة مدية حلم من الهرجالة التكتكية في بعض الأحيان بعض اللعيبة زي أليو ديانج على سبيل المثال ما يعودش دك خلص أنت خليك لعب أساسي لأنه لما نزل عمل غطأ وخطأ لأنه مش عايش في المباراة في بعض اللعيبة ما بيتعيش في المباراة زي محمد مجد أفشا بدأ أنه يتأقلم على فكرة أنه مرسيل كولر بيحطه كبديل على أرض الملعب أسوأ ما في المونديال بالنسبة لنادي الأهلي هو الفرق الكبيرة ما بتفكش في الآخر وده ما ينفعش وده اللي حصل قدام فلمانجو وده اللي حصل قدام ريال مدريد أنت فريق كبير تتماسك حتى وإن كنت خسران تخرج بأفضل صورة لسه كنت ما كلمه قبل الهواء عن فكرة مباراة ريال أنت لو خسرت اتنين واحد للعالم كله كان هيكلم عن أدائك الفني بشكل حلوة أن النتيجة كانت مقربة وانت فاعلان وقع كان يخلص اتنين واحد عادي خالص كان ممكن تحافظ على حتى وإن لم تسجل هدف التعادل بس لو خرجت اتنين واحد للعالم كله كان هيكلم عن أنه ريال مدريد لغاية آخر لحظة مضغوطة على أرض الملعب بعكس الأربعة الأربعة كان نتيجة رقمية لو حد ما شافش الماتشا يقول ده الريال كان مهيل منه مسيطر والأهلي ما عملش حاجة خالص احنا خسرنا من البايرن من سنتين ما عدناش نص نص ملعب الكورة هنا هنا في جراءة هجومية وأن حسين الشحاد بيرقص لعب زي كما فينجل أعتقد وخد منه ضرب الجزاء وأنه يبقى فيه تهديد وقفش يسدد كورة بره في نفس المباراة الأمس مباراة البرونز ميدل الميدالي برونزية أمام فلمينج والبرازيل اللي هو بطل كأس البرتادورس أمريكا الجنوبية وما أدركه ما هذه البطولة أنك بتلعب قدامه وتبقى متفوق عليه وتقدر أن أنت تفسح مدافعي وأحمد عبدالقادر يسجل هدف من أجمل أهدف الدورة ومع ذلك برضو بتفك في آخر المباراة مشكلة مدير فني مشكلة مجموعة من اللعبين اللي هم مش قادرين أن هم بخبراتهم يقدر أن هم يتماثق كنت لسه أسألك أنت لسه كنت تكلم شوي على الفرصة اللي ضايحة محمد الشريف أنت الفرصة دي بالضبط هي هي جات للاعب في الهلال جاب جول صحيح هل النهاردة الاختلاف ده ففكر اللعب نفسه ولا إيه فكر وطبعا ضغوط بيفكر يعني ممكن يكون تفكير اللعب أصلا هو رايح على المرمى انفراد يعني موسى ماريجيا مثلا هذا المالي اللي عنده جنسية الفرنسية لعب متخب مالي ولعب الهلال السعودي لسجل الهدف الأول كان فيه مباراة الريال كانت نتيجة 2-1 وقتها هو رايح عارف كويسا هو يعمل أي ملوش دعوة الحرس لقدامه حرس ريال مدريد أو حرس أي فريق في العالم عكس محمد شريف محمد شريف بيفكر في أنه الهدف ده كان ممكن نتيجة المباراة بالمناسبة بيفكر ممكن ما بعد الهدف وهو رايح أصلا التعامل السيكولوجي مع اللعب المفروض محمد شريف كان من موسمين أفضل هدف دوري أطال أفريقيا وهدف الدوري المصري أنت فين من كل ده ده بقى مش دور مارسيل كولر لأنه مارسيل كولر راجل جاي على فريق تقيل فالمفروض عنده لسه كنت حتى بمثلها بمثال أنه أنت رايح مثلا اختبار اللغة الإنجليزية فلما تعدي لمراحل مش هيعلموك إيه بيمي الأول فخلاص أنت المفروض رايح انفرادك مهاجم تخلص 99% لازم تخلصها مش تحطها في إيد الجول عندك حلول كتيرة قوي ليه بقى ده ما أنا ده مش عارف هو بسك ما بيفكر فعلا ما بعد الهدف أنا هحتفل إزاي ولا أنا مضغوط مفيش ضغط أنت بتلعب ومسجل كمان في المونديال وعمل حالة حلوة ومسجل ما قبل المونديال ومتفوقين على الزمال كمان في المباراة اللي هي قدتهم الأمل من جديد أن هم يعودوا ومتصدرين وفايزين بمرحلة الشتاء في الدوري أن هم بطل الدوري في الدور الأول قبل حتى جولتين من نهايته طب ليه كل ده والمباراة الكبيرة ما تكررش كتير وده هيحط ضغط أكبر على محمد شريف لأنه اللي جاي كمان صعب هيواجه الهلال يوم السابت الهلال السوداني في دورة أبطال أفريقيا هناك في السودان مش صعب طب جمهور الأهلي هتعامل معه ازاي هيبدأ بقى يفكر من دلوقتي وما فيش غيره لأنه حتى رجل البرازيلي البرازيلي اللي مش أصلي اللي جابوه بر مغضوب عليه طب مارسيل كولر كانت تستغلوا فطولة زي بتطلع عالم هتحتاجه في أي وقت الرجل الجزائري اللي انت جايبه جديد حاول تحطه لأنه الصفقات ما ضفتش في المونديال كان ممكن يبقى فيه صفقة بدل من كل دول بأمانة يعني يكون حد تقيل هجومي زي الكاتجري كده بتاع الرجل موسى مراجع المالي اللي هو موجود في الهلال السعودي زي مجموعة من العبين اللي مشوفهم في الأندية الأسيوية العربية اللي بتجيب مجموعة من العبين اللي موجودين في أمريكا اللي تناية من الكاتجري الأعلى اللي هو فعلا تصرف عليه بس هيديك كمهاجم أو كمدافع والأهلي محتاج قلب دفاع تقيل زي بدر بنون كده لما جيل مغربي من ثلاث سنين لعب تقيل يعرف يخرج بكرة بشكل كويس مش عايزة أقول نص مقبل لأنه محمدي فتحي مع العمر السولية مع أليو دانج في كتير من المورات عاليين فمقدرش أقوله إنه الأهلي محتاج خط نص بقدر ما هو محتاج مهاجم يخلص ومدافع يشيل لأنه ياسر ابراهيم محمود بتولي في الاختبارات الكبيرة لا عليهم علامات سفهم كبيرة أو يمكن محمد عبد المناء مشايد كتير أوي أو محسن صورة قلبي الدفاع بالنسبة للأهلي لكن الأهلي محتاج قلب دفاع الأهلي محتاج مهاجم كان بدل الصفقات دي كلها بما فيها خلد عبد الفتاح أو مروان عطية اللجم فيه انتقالات الشتاء الأخيرة أو اللعب الجزائري أو تبتكلم في المستقبل لكن ككأس عالم الأندية كبطولة إفريقيا الأهلي مازال خطير والعيبة دي مع التأقل ما تبقى عالية بس كنت أتمنى أن يبقى فيه لعب يخلص وجمال لأن محمد شريف مش قادر ومش هيقدر على المستوى اللي بيفكر فيه نادي الأهلي أو أفكار مرسيد كولر اللي بلعب بيها بشكل يديك فخر بالشغط الثاني من النادي الأهلي برضو أضاع ضربة جزاء المعلوم وأحرص بعديه هدف لعب القادر من وجهة نظرك إيه أسباب عدم تمسك الأهلي بعدها دايما دايما أنا بشوف أن النادي الأهلي الفكة بتاعته اللي في الآخر دي أنه أنا مهيئ نفسي للفوز وأن أنا مهيئ نفسي لحاجة معينة فما ما بتحصلش فالعيبة بتفك على أرض الملع دور مرسيد كولر آه طبعا لأنه عالي معلول أنت عمل ليه سكاونتنج كواس قوي وراجل حارس المرمى بسانتوس حارس مرمى فلمينجو هو شاط عليه شاط قبل كده وسجل عالي معلول في المونديال وسجل في ريال مادريد كمان من درب الجزاء فإنه لازم يكون فيه بديل لعالي معلول مش لازم عالي معلول هو بس بقى رقم واحد هو اللي لازم أن هو يشوت زي يزيزه كده في الزمالة لازم يكون فيه تغيير لازم يكون فيه لعب تاني برضو يكون متمرن مشكلة كواس على رقمات الجزاء دي نقطة ونقطة مهمة قوي ومش بس عالي معلول هو اللي شوت ولازم يبقى فيه زي ما أنت بتغير في التشكيل علشان تلاخفن حسابات الفريق اللي بيجي قدامك لازم كمان تغير له في من هو يسدد رقمات الترجيح الفكة الأخيرة زي ما بقول فكرة أنه طبعا دي مش سمت فرقة كبيرة بالمرة ودي اللي تزعل على النادي الأهلي بس أنه أنا بفكر في حاجة معينة ومرسيل كلها رحطت لهم ليفل معين إحنا هنحققوا ما بيحصلش فديجي الفرقة في الآخر تبوز وده ما ينفعش بالمرة بتلعب ريال مدريد حافز على الشكل حتى وإن كنت خاسر بتلعب في لامينجو البرازيلي فين خبرات لعبيك اللي معظمهم مشارك مع متخابنا الواطني في أمام أفريقيا الأخيرة في الكاميرون أو حتى في دوري أبطال إفريقيا واصلين تلات نهائيات متتالية لدوري أبطال إفريقيا متفوق اتنين واحد وما قبل الطرد حتى ما بعد الطرد تقدر أني أنت تقف تتراجع بس تراجع مدروس علشان ما تديش فرص لفريق في لامينجو أنه هو يختارك نص ملعبك وما سيقرب من مطيق جزائك أمور تكتيكية آه يتحملها مرسيل كولر بشكل كبير جدا لكن برضو على اللعبين أنه بينفزوا على الأرض الملعب وحاجات مش شرط مرسيل كولر يقولها لهم لازم تتنفذ دي ما حصلتش مش عايزين اللهم يلعابين بشكل كبير لأنهم مش كل حاجة هجومية مش كل حاجة لازم تطلع وإن أنا عايز أسجل وإن أنا عايز أهدفه بس في أمور أخرى ممكن تخليك أن أنت تتماسك علشان توصل لمستوى عالي حتى ولو فرص قولي أنا بستعرفت خلاصها وده ما حصلتش حتى وإن كنت متمسك دفاعين مش عارفت خلص أصلا الفرص اللي جات لك فالحالة بشكل عام ما كانتش حلوة في الشغط الثاني ما بعد إهدار ركلة الجزاء حتى وإن كنت متفوق لكن معرفتش أن أنت تتماسك طيب خلينا نتكلم عن يمكن التغييرات اللي عملها كولر وللناس اللي جات متأخرة الناس كانت بتقولها وكان لازم يطلع شريف من بدري ونزل محمد هاني بدري شوية هل التغييرات دي فعلا تأخرت كان لازم يخرج شريفه من بدري كان لازم وكان لازم أصلا العيبة دي في بعض العيبة ما تبتديش يعني برسي تاو أنا شايف ليه وإسا ما حسنين شعات موجود وحسنين شعات متقلق وحسنين شعات أصلا بيوجيد من قبل ما يجي الأهلي في كأس العالم للأنديل لما كان مع العين الإماراتي خليه موجود على الأرض ملعب اديده المباريات لكن التغييرات دي زي ما قلت في البداية هي اللي عملت حلم من الهرجالة التكتكية في بعض العين بالنسبة لناديل أهلي برسي تاو ما كانش أنا شايف أن برسي تاو مش كاتجري ناديل أهلي بالمرة هذا جنوب أفريقي يعني محمد شريف ما بعد إهضار الفرص كان عليه أنه يدفع بقهرباء على سبيل المثال وقهرباء عايز يعمل حاجة ليه ما ينزلش قهرباء على أرض الملعب فأحمد عبدالقادر لما خد الفرصة وبقى موجود كأساسي إذن هو سجل هدف والتاني وبقى مسجل في نسقتين مختلفتين مع ناديل أهلي إيه دي حسين شحات نفس الكلام ما تديش برسي تاو برسي تاو كبديل ممكن يأثر بشكل أو بخر أو يعمل حركية هجومية لكن كأساسي لا أنا شايف أنه لا يصلح فأه تغييرات تأخرت بشكل كبير جدا ما بعد طرد كمان نزل محمد هاني أنا كنت شايف أن محمد هاني رغم إرهاقه اللي طرقت على تشكيلة النادي الأهلي مش حلوة بالمرة من مرسيل كولر وزي ما قلت الهوية الشخصية بتاعت الفريق بتبان من تشكيلته صحيح ده الطبيعي طب إجمالا إجمالا فيه تفاصيل صغيرة ضيعت يعني وصول النادي الأهلي للمركز الثالث يعني كان هو لعب حلو وكان فيه مجهود بوز الحقيقي في المونديال بشكل عام وأنا شايف أنه كان يستحق المركز الثالث ولكن التفاصيل الصغيرة دي عشان نتجنبها في بطولة الدوري وفي الكنفدرالي الأفريقية وفي كل البطولات القادمة نصيحتك لنادي الأهلي يتجنب إيه يتجنب حاجات كتير كانت موجودة تفاصيل كتير قوي احنا بس مش فكرة أنه كان يستحق المركز الثالث لماذا يستحقش أن يوصل للنهائي ويفوز على ريال مدريد كان ممكن يحصل لو أرشع مسلا سجل الهدف الفرصة لله والله الأهلي كان بيلعب حلو قوي يعني أنا شايف أنه بصراحة كان ممكن يأخذ المركز الثاني مستريح الأهلي فعلا وينفس على لقب كمان حقيقي يعني الأهلي كان بيلعب يعني إحنا شفنا بعدها مباريات لا الأهلي بيلعب حلو قوي الأهلي كان ضغط على ريال مدريد لغاية آخر بقى شوية دولهما الموضوع فرط مننا صحيح هي دي النقطة فكرة أنه أحافظ على تركيز اللعبين حتى وإن كنت متأخر وده المفروض برضو بتاع الكوري يعني خلاص أنت فريق كبير بتعرف تتعامل في مثل هذه الظروف لكن لازم رسيل كوليريك دي عايش شغل عليها من تاني لأنه في مباريات كتيرة إفريقية هكون مش سهلة بالمرة يقدر أن هو يتعامل مع مثل هذه المباريات فكرة أنه التغييرات في التشكيل لا تحصلش كتير على أرض الملعب فكرة أنه الكويس لازم يبدأ المباريات هو بيعمل سكاوتنج على لعبة بشكل كويس جدا دائم وقياسات للاعبين بشكل دائم علشان يعرف مين اللي هيديله بالاسلوب العلمي أكتر عدد من المدقي لكن في بعض الأحيان الموضوع ده ما بيحصلش لأنه حسين الشحات مثلا هو على الورقة ما قبل بداية المباراة أنا هديك 75 دقيقة أو حسين هديك 75 دقيقة الرجل اللي بيعمله تحليل الفني والتقني بتاع العين حسين على الأرض الملعب بعد أول 75 دقيقة بيبقى شغال كويس قوي ما تخرجوش في حاجات بتبقى دوافع عند اللعب بتبديله أكتر من مهم في المئة بتاعه سيبه على أرض الملعب بلاش الجمدان في فكرة الأسلوب العلمي يبقى أنا واحدة 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 بيساوي اتنين طيب خلينا أنا اختصر ما بنا أنا عليه واحدة اتنين تلاتة اربعيز تقول إيه الأهلي محتاج في الصيف صفقات مهمة جدا كأسلوبر كقالب دفاع ومهاجم تقيه لازم يصرف عليه بشكل كويس علشان يجي لنادي الأهلي لازم أنه يتعامل مع اللعبين سيكولوجيا بشكل أفضل لازم نادل الأهلي متغيرش تشكلته بشكل كبير علشان يقدر أنه يصل للمكان المحترم وهي الوصول لإنهاي دوري أبطال أفريقيا اللي مره رابع على التوالي وينافسه مازال الأهلي خطير على لقب الدوري محليا أمام فيوتشر أمام بيرامز أمام الزمالك وكمان خطير على لقب دوري أبطال أفريقيا لأنه دور أبطال أفريقيا من بداية وكده شكلها خطير قوي وكمان الفريق جنوب أفريقيا اللي مع الأهلي تفوق على الهلال في جنوب أفريقيا ومن ثم الأمور مشتعلة من البداية والأهلي عنده جودة أولى أمام القطن الكاميروني مؤجلة فالأمور كلها مشتعلة على نادل الأهلي مع ضغط المباريات أعتقد أنه الأهلي محتاج ترتيب أموره بس بشكل سريع بدون ما تفرط الأمور ولا يبقى فيه ضغط ما بعد هديد خسائر على النادي الأهلي لأنه لو تضغط على اللعيبة اللي موجودة من الجمهور تحديدا لازم أنه يبقى خفيف وظريف ولطيف مع اللعيبة وإلا هيفقدهم حلوة قوي لأنك كلمت في نقطة مهمة جدا اللعيبة دي هي هي اللعيبة المتسجلة معنا لدوري أبطال أفريقيا مكملين معنا إزاي نحافظ عليهم تاني وعشان نفسيتهم حتى ما تتأثرش فننتكس يحصل انتكاسة إزاي اللعيبة دي نرجعهم تاني للمود ونديهم ثقة أكبر دعم حتى انت قلت الجمهور وطبعا المدير فني أكيد ملاش ضغط على اللعيبة حتى محمد شريف إنه في بعض الناس قالت يطلع بره ما يطلعش بره كل اللعيبة بتضايع وكل اللعيبة بتخسر فرص كبيرة أمام فرق كبيرة في مباراية كبيرة فالجمهور لازم يكون بالراحة على اللعيبة لأنه زي ما احنا قلنا محمد شريف هو المهاجم الأساسي بالنسبة النادي الأهلي ومش هيخرج من النادي الأهلي إلا ما بعد نهاية الموسم أو هيجي عليه مهاجم تقيل فلازم الجمهور يتعامل مع أنه فيما هو القادم هو الأفضل تبص القدامة الجمهور النادي الأهلي أعتقد عنده الوعي من شكل أو بأخر لأنه شفنا مثلا الجمهور زي مالك لما قلب على اللابة زي مالك بقى بيحصل إيه فالجمهور الآن لازم يتعلم وإنه ما يضغطش على اللعبين ويبدأ يفكر لأنه فيه راحة صلبية بالنسبة النادي الأهلي هتاخد ثلاثة أيام ثم بعد ذلك الاستعداد لمباراة السودان لازم يبقى فيه إجراءة فنية كويسة جدا للهلال السوداني لازم يبقى فيه تعامل أكتر إجابية من الجهاز الفني مع اللعبين سايكولوجيا وأنهم ما أخطأوش أخطأ كبيرة خلاص الأمور عدت انت رابع العالم برضو إنجاز كبير وصلت لسيمي فانال وليعت كمان مباراتين فسط فيهمة فأعتقد أنه لا الأهلي قادر على تخطي هذه الظروف والأهلي قادر على أنه يكون منافس بشكل كوي جدا كممثل اسمه مصر أفريقيا نحن حاليا بقى هو وبالنسبة الكولر ما نعملش التغييرات كتير أكيد مش لازم أنه غير في التشكيل بشكل جيد لازم زي ما قلت بقى فيها هوية للنادي الأهلي يقدر يلعب بيها نقدر نقول أنه تشكيلة الأهلي واحد اتنين ثلاثة نفاش كل شوية غير حتى وإن كان صفقات جديدة ولازم برضو يتعامل مع فكرة أنه بيرسيتاو مش لازم كلعب أجنبي يلعب أنت غضبت على الرجل البرازيلي خلاص ادي الفرصة لحسنين شحات أنه يبقى أساسي في التشكيلة ادي فرصة لكهرباء أنه يبقى موجود في التشكيلة أنت استفدت منه لما كان أساسي فيه مباراة الزمالك ادي له فرصة كتشكيلة أساسية مش لازم محمد شريف هو اللي يبدأ وكهرباء كبديل في بعض اللاعبين اللي موجودة على داكتة البودلاء ممكن لو أخدوا فرصة واستمروا على الأرض الملعب يدوا بالنسبة كبيرة جدا لأنهم عايزين يعملوا حاجة مع النادي الأهلي خلينا يعني نشوف كده أبرز مقيل أنشيلوت المدير الفني لريال مدريد قال أن الفوارق الفنية قلت بين الفرق الأوروبية والفرق الأفريقي تعليقك صحيح كلام سليمي قبل ما قاله أنه الضغط في مباراة النادي الأهلي عارف كويس قوي وكان عامل حساب كويس قوي للنادي الأهلي ودي أول مباراة لي كان في كأس العالم للأندي وما ندرش نقول أنه كريم الزيمة كان مصاب هازرد مصاب كورتوة مصاب الحارس الفرقة الكبيرة دي عندها البديل زي الأساسي وأكتر وده اللي شفناه حتى في مباراة الهلال السعودي والتفوق خمسة ثلاثة وريال بالمناسبة عنده مشاكل كتير جدا فني أنا كنت بعلق المباراة مبارح لأحدى الإدعاد وفي دورة أبطال الأوروبا الموضوع صعب وهو يلعب ليفر بول بالنسبة في الأيام اللي جاية نتمنى محمد صلاح التوفيق لكن الفكرة في أنه هو عارف كويس قوي أن الفرقة الأفريقية اتطورت والنادي الأهلي هو اللي ادى الانطباع ده عن الكرة الأفريقية يعني حال حيجي يوم نشوف نادي بيصرف ملايين ومليارات ونادي تاني بيصرف أقل منه بكتير ونادي الأصغر منه ده بيفوز عليه صحيح وكان ممكن يعملها النادي الأهلي ده ممكن يحصل ده ممكن يحصل يعني هتعملون الكرة رياضة والكرة إدارة والكرة علم والله العظيم العيبة كان بتلاب حلوة اه كل ملاب حلوة فعلا اتحيقوا صح سيكل جاية وفنيا اشتغل صح مهم ما فيهم رجلين وإدين وبيتمرنوا زينا وبيتمرن زيهم والإسلوم العالمي دخل في كل حتى بس ازاي تدير المبرأة العقلية العقلية الاحترافية بس هنا هنا الدماغ ما مكان أنا بس عايزة أسأل على حاجة مهمة جدا عشان وقتنا كمان رأيك مبارح في مباراة ريال مدريد والهلال السعودي الريال لعب بشكل كويس هجوميا وكان عنده متعة في كورتلقان هو أنشلوتي قالها ما قبل مباراة الهلال السعودي قال احنا بنلعب من أجل المتعة بدون ضغوط لكن عنده أخطاء دفعية تكلفه بأمانة يعني عنده مشكلة كبيرة جدا فيما تبقى في هذا الموسم هيعاني ريال مدريد دفعيا لكن هجوميا عنده مجموعة من اللاعبين تقال جدا بعودة كريم نزيمة وأنه سجل في نيسوس جونيور هذا البرازيلي خطير جدا أسانسيو حتى كبديل فالفيردي وتسديداته قررتهم الهجومية نصف ملعبهم وحتى لوكا مودريتش كبر بس بيحلى توني كروز كبر وابطأ بس عالي جدا على الأرض ملا الريال نصف ملعبه وهجومه كويس قوي دفعه عنده مشاكل لكن في المجمل عجبني الهلال أنه لعب برضه بدون ضغوط وأنه فتح خطوطه أتعاقب لكن لعب بشكل كويس جدا هجمان وسجل 3 هداف من أجمل 3 هداف في المونديال حلو أنه المونديال بنكهة عربية على أراضي عربية وفرقتين من الأربعة في نصف النهائي من دول عربية الأهلي رابع والهلال تاني أعيني علي حال أن نادي الأهلي حل رابعا في بطولة كاس العالم ده برضو شرف عظيم وما نقدرش نقول أنه لعب وحش هو لعب كويس كان عنده بعض الأخطاء